عشرات الطلبات تريد على مديرية المراقبة والجودة بالمراكز الحدودية بالدار البيضاء بشكل يومي طلباً للترخيص بدخول منتجات غذائية مستوردة إلى السوق الوطنية المراقبة تتم على مدار السنة لكن بوتيرة أكبر خلال شهر رمضان وبخاصة بعض المنتجات التي لا تخلو منها موائد المغاربة تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية في صلب الاجتماعات اليومية حيث لا يتم الترخيص إلا للمنتجات التي تتوافق والمعايير المعتمدة على التراب الوطني المراقبة على طول السنة ولكن بفضل أيام ديالة الشهر المبارك وأيام مقبل يعني أسابيع مقبل كان بعد مواد اللي كتطلع تل حجم ديالها وكيكون مركزة سننركزوا عليها أكتر باش ننخرجوا لمستهلك يعني منتوج صحي خالي من جميع الشبهات ومن جميع المشاكين اللي ممكن تأطر عليها نحن كما قلنا لك باقي الأيام الأخرى نفس طريقة باش نراقبوه هي اللي كان نراقبوه إما في شهر رمضان أو في الصيف أو في الوزن ولكن تأكيد على بعض منتجات مراقبة البضائع المستوردة هنا في ميناء الدار البيضاء تنطلق بتأكد بداية من مطابقة الشحنات للمعايير المعتمدة واستفاء ترخيص للشروط القانونية بعد التأكد من سلامة وثائق الاستيراد يأتي الدور على الزيارات الميدانية التي يعين خلالها أطر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الحاويات من خلال المعاينات العينية والفيزيائية وتأكد من مطابقة المعلومات المدونة في الوثائق للبضائع تأتي مراقبة العينية لمراقبة مدى مطابقتها للشواهد الصحية ومراقبة الهيجيانية يعني أن السيل عاجت في ظروف صحية ويجيانيك نغمال وإذا كان شكوك يتم بعت عينات للمختبر لمراقبتها مثلا شفتوا معنا المراقبات التومور بعد استوفاء الملف في الشروط في الكنتخول دوكيمنتر كان مروا ذاك ساعة المراقبة العينية إذن كنشوفوا المطابقة ديال المنتج اللي عندنا مع الوثائق اللي تحطت لنا في الدوكيمنت وكان شوفوا ذاك ساعة إذا كان المنتج كيحتاج أنه يمشي المختبر كان صفته المختبر إذا كان كيستوف الشروط الصحية اللازمة كان نعتقد ذاك ساعة الشهادة الصحية ديالتو وتخضع كل المواد المعدة للاستهلاك والقادمة من الخارج للمراقبة الصارمة سواء كانت من أصل حيواني أو نباتي وفي حال تطلب الأمر يتم اللجوء إلى المراقبة المخبرية من خلال أخذ عينات مختلفة للبضاعة